بحضور حاكم إقليمي مندول عيسى الجدية قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هنداد بإثناء مستلزمات ومعدات مدرسية للمعلمين والتلاميذ في عدد من القرى بإقليمي مندول تقرير محمد أسمان بشير تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية تحت هذا الشعار تعمل مؤسسة القلب الكبير في تنفيذ مختلف نشاطاتها الاجتماعية والإنسانية حيث قامت المؤسسة هذه المرة وتزامنا مع بداية العام الدراسي 2017-2018 بتوزيع هذه المستلزمات الدراسية التي تتكون من حقائب مدرسية متكاملة لتلاميذ المدارس وأخرى للمعلمين إلى كل من مدرستي جندي وبداية الواقع التاني بإقليم مندول كل ذلك كان بحضور حاكم إقليم مندول لعيسى الجدي الذي أثنى خلال مداخلة له بهذا العمل الاجتماعي التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير التي تترأسها سيدة البلاد الأولى هند دبي إتنو رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير الجميع عربي وخلال كلمته في هذه المناسبة أكد على أن هذا الأطاع يدخل ضمن العديد من الأطاعات التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير في إطار أهدافها الاجتماعية والإنسانية هذا ولقيت هذه البادرة إشارات وثناء من قبل مختلف التلاميذ والمعلمين المستفيدين بكل من مركز إداري جندي وبداية في ذات السياق قدم النادي روتاري أنجمينة توماي صباحا اليوم معدات مدرسية ومقررات دراسية بعدد من المدارس الابتدائية لمدينة أنجمينة كان ذلك بحضور رئيس نادي روتاري وبعض معاونه تقرير إبراهيم محمد موسى ضمن نشاطاتها الإنسانية لنادي الأسودة روتاري أنجمينة توماي تجيء مناسبة تقديم المعدات المدرسية لبعض المدارس الابتدائية إتوال بريانت ومدرسة أبناء الحكومية حيث حظي بتقديم مساعدات من قبل النادي روتاري عبارة عن معدات مدرسية من كتب وكراريس وأقلام وغيرها من الأدوات التعليمية أما مدراء المدرسيتين فقد عبر عن شكرهما لنادي روتاري أنجمينة توماي وأن المساعدات التي قدمت لهم تساهم في العملية التعليمية وترفع من معنويات العاملين وتشجع التلاميذ على الدراسة والاستمرارية والجد والاجتهاد في تحصيل العلم من جانبه رئيس النادي روتاري أنجمينة توماي فقد أشاد بهذه المبادرة الإنسانية وأكد أنها ليست المرة الأولى ننوه إلى أن مثل هذه المبادرات لها تأثير إيجابي على القائمين في الحقل التعليمي خاصة والجوانب الاجتماعية الأخرى بصفة عام قام صباح اليوم رئيس شبكة الصحفين الشاديين آدم منغنا آدم بإزارة إلى سنوية فليكسي إبوي والسنوية الفنية التجارية بهدف حس المؤسسة التعليمية بضر وتطبيق قرار الحكومة الرامي إلى مجانية التعليم تقرير ياسر محمد أحمد وقراءة محمد طهر صالح حسين التعليم أساس التقدم والتطور في أي مجتمع إنساني كان لذا فإن هذا العام وجد استعدادا تاما من قبل الحكومة الكادية وشركائها في تحسين وترقية التعليم في البلاد وفي هذا الشأن فقد قام رئيس شبكة الصحفين الكادين بزيارة ميدانية إلى سنوية فليكسي إبوي والسنوية الفنية التجارية وذلك للتعرف على عملية رسوم التسجيل من ناحية أخرى فقد عبر مدير الثانوية الفنية التجارية عبدالسلامي دريس محمد بأن عملية التسجيل ونسب الرسوم للأبناء والتلاميس الجدد والقدامى فقد وضعت إدارة المدرسة لجنة خاصة لمتابعة هذه العملية أما من جانب الطلاب فقد تباينت أراؤهم حول مقدار رسوم التسجيل بالنسبة للتسجيل الآن كان صعب ما زي أول 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 ثمان أرخص ثمان هسته كده زيارة ثمان داشوية الدارية يجيوك للإسكريبسون قاعد فيه وماشاء الله كورك لعديل كوماسي عديل السنة ده الحمد لله ماشينا عديل علما بأن شبكة الصحفيين الشاديين ستستمر في زيارتها في بعض المدارس للوقوف على معرفة سير عملية التسجيل ومدى استمرارية التدريس في المدارس العامة والخاصة ترجمة نانسي قنقر